أعجبتني كلمة للإمام بن الجوزي رحمه الله عجيل بالرجل ولكأنه طبيب نفسي كأنه معالج نفسي والله كأنه معالج نفسي يعرف النفوس لما قيل له بيتكلم عن آثار الحج ثم قال عبارة وعلى الحاج أن يريح بدنه وعلى الحاج أن يريح بدنه فإن البدن مطية العبد إلى الله البدن هذا هو اللي حيساعد الإنسان عشان يصل إلى الله عز وجل فإن أراحه وأطعمه وأجمه أعانه على كمال الدربي وإن شدد عليه وقسى عليه هلك في منتصف الطريق فلذلك الإنسان ينتبه لحاج الله عز وجل يريد من الإنسان أن يتخلص من الهم والحزن والألم الله عز وجل لا يريد العبادة أن يكونوا متألمين محزونين مضطربين منزعجين النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهم والحزن ومن العجز والفق والعجز والكسل والكفر والفقر وغلبة الدين وقهر الرجال نحن لا نريد لهذا البدن ولا نريد لتلكم النفس المباركة أن تشعر دائما أنها تحت الضغط الدائم والاتهام والقسوة والضرب حتى تصل بك إلى الطريق أبدا 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 إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فأوغل فيه برفقه